في نفس الشهر يناير 1944 وتحديدا يوم 14 منه أقام النادي الأهلي حفلة تكريم لعبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤول الاجتماعية واحمد عبود باشا الحفلة دي نقلتها محطة الإزاعة المصرية وده علشان المساهمة الكبيرة ليهم في إنشاء حمام السباحة وقرر النادي إهدأهم العضوية الدائمة وده كان معناها في الوقت ده عضوية مدى الحياة ما يدفعوش فيها اشتراك وكمان إهدأهم الميدالية الذهبية التذكرية للنادي افتتح الحفل أحمد حسنين باشا رئيس الدوان الملكي ورئيس النادي الأهلي وبدأ كلمته أني بعد أن حنيت رأسي للراحل الكريم جعفر ولي باشا اليوم أرفع رأسي لشكر الرجلين الكريمين أحمد عبود باشا لتبرعه بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه وعبد الحميد عبد الحق وزير الشؤول الاجتماعية لتخصيصه النصف الآخر من المبلغ المطلوب لمشروع إنشاء حمام السباحة كان حفل جميل قوي قالت مجلة المصور إن الحفل تحدث فيه خمس خطباء أولهم أحمد حسنين باشا والتاني فكري بيك أبازا والتالت عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤول الاجتماعية اللي كان في قمة التواضع وهو بيثمن تبرع أحمد عبود باشا فقال لقد دفعت الثلاثة تلاف جنيه من خزينة الدولة بينما دفع مثلها أحمد عبود باشا من جيبه الخاصة والرابع كان عضو مجلس الشيوخ عبد الحميد الوكيل باشا والخامس كان أحمد عبود باشا اللي قال الخطابة ليست صنعتي ولا أجيد فن الكلام وقرر التبرع للنادي بألفين جنيه بخلاف ألفين جنيه أخرى اتبرع بيها قبل الحفل عشان يتم تطوير حمام السباحة قبل افتتاحه وعمل مغتص للعبة الخطس عشان يوصل تبرعه لإنشاء حمام السباحة لسبعة تلاف جنيه أكيد أنتو عارفين سبعة تلاف جنيه يعني إيه في الفطرة دي كانت لفتة كبيرة قوي من أحمد عبود باشا خلت قاعة الاحتفال تلتهب بالتسقيف في العام ده عام 1944 زاد عدد الألعاب والمسابقات في النادي فأصبح عدد اللعبات أربعتاشر لعبة كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والهوكي والتنس والتنس الطولة والجنباز والبلياردو وألعاب القوة ورفع الأسقال والملاتمة والمسارعة والسباحة وكرة الماء وارتفع عدد اللعبات اللي بتمارسها المرأة وكمان بتشارك في مسابقاتها زي التنس وتنس الطولة وكرة السلة والكرة الطائرة والجنباز والسباحة